يوم الجمعة إيه اللي حيحصل يوم الجمعة في مباراة؟ نادي الأهلي سيلاقي نادي الزمالك زي ما قلت للمرة المليون نادي الأهلي ونادي الزمالك أكبر فريقين في القرى الأفريقية وفي مصر وفي العالم العربي فلما تيجي تتكلم عن الأهلي والزمالك معروف طبعاً أن نادي الأهلي هو الأكبر والأفضل في كل شيء بطولات وعدد بطولات والأكثر شعبية وكذا 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 والمتصدر في كل حاجة مش بالكلام بالأرقام فلازم أجيب سيرة الأهلي علشان قصة أنا ما بحبش الأهلي فأنا عايز أوقع الأهلي شوية ده الباقي الناس اللي بروا الموضوع ده بيتكلموا بهذه الطريقة فمن فضل حضراتكم لما تيجي تتكلموا من فضلكم تحروا الدقة شوية تحروا الدقة شوية وبالنسبة أنا عارف أن جمهور نادي الأهلي لما بيتفرج على قناته بيبقى عارف أن احنا بنقولش غير الصدق والحقيقة نهارده موضوع مسماني مع كهربا أو اللي تقال أو ماقيل أو النقاش اللي حصل مبارح في هذا الأمر انتهى النهارده الراجل ما بيفكرش فيه خلاص كهربا ما بيفكرش فيه خلاص الكل ينظر إلى يوم الجمعة القادم ومباراة نادي الزمالك علشان أكسب نادي الزمالك وابتدي أشوف الطريق الفترة اللي جاي إيه هو ده التفكير المواضيع كلها النهارده انتهت من دماغ كل اللي عابت النادي الأهلي وده اللي حنتكلم فيه الأيام القادمة وبمناسبة يوم الجمعة يوم الجمعة طبعا مباراة الأهلي والزمالك واحدة من أهم المباريات في القرى الأفريقية وفي الوطن العربي ملايين ملايين بيعودوا يتفرجوا على هذه المباراة